مؤتمر صحفي هام للهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن أخبار مهمة تخص الانتخابات الرئاسية المصرية قاعة فخمة ومدعوون كثر صحفيون أجانب ومراسلون لوكالات أنباء عالمية تغطية صحفية واسعة اهتمام وترقب مواد فيلمية واستعراض معلوماتي وهاشتاجات داعمة للسيسي وأخرى داعمة لأحمد التنطاوي على مواقع التواصل الاجتماعي والنتيجة صفر صفر كبير على مستوى المعلومات والإجراءات والقرارات مؤتمر صحفي للإعلان عن مؤتمر صحفي آخر بعد خمسة أيام للإعلان عن قرارات هامة تشمل الإعلان عن جدول زمني يحتوي على إعلان آخر يتعلق بتوقيتات الترشح وجمع التوكيلات وموعد الانتخابات الرئاسية مؤتمر صحفي تكلف ما تكلف من أموال ليخبرون عن نجاحهم في توفير الحبر والختم وصناديق الاقتراع مؤتمر صحفي فاشل يهددون فيه من يشكك في نزاهة الانتخابات بالملاحقة والمطاردة يطالبون الإعلام بالحياد والموضوعية ويعلنون عن استعدادهم الكامل للمؤتمر القادم في الخامس والعشرين من سبتمبر الجاري مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات بداية غير مبشرة لانتخابات لا تبشر بخير ولكننا تعودنا على تلك المشاهد العبثية والممارسات الفاشلة تحت حكم السيسين